الآلي دوره في خدمة وطنه وخدمة الحركة الرياضية في مصر دور تاريخي وما من مناسبة ومسابقة ومنتخب إلا ما شاء الله هتلاقوا الآلي له هذا الدور الكبير في خدمة وطنه الآلي مش مجرد فرقة كرة شوفوا منتخب مصر أو بعثة مصر في السباحة في البطولة الأفريقية في الجزائر عاملة إيه شوفوا كلام المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وابن الزمالك السابق رئيس التحاد السباحة الحالي عن تأديره لدور النادي الأهلي في رعاية لعبة السباحة عامل إزاي منتخب مصر أو بيفوز بطولة الألعاب أو بطولة أفريقيا للسباحة بالجزائر متخيلين عدد لعبة النادي الأهلي نصيب الأسد من أبناء النادي الأهلي اللي فازبوا الميداليات قول اسموهم عشان يستحقوا في واحد أنا لو كده ممكن أقف أديله التحية سباح في النادي الأهلي اسمه محمد سامي شهرته ميشو عارفين جاب كم ميدالية لمصر 12 ميدالية منهم 11 دهب عامل سبيتز بتاع أمريكا ده مايكل فيليبس المصري وفيليبس ما بعدين سبيتز وبعدين بالزبط محمد سامي فاز بكاس أحسن سباح دي صور للبعثة في وصولها بعد ما فاز ب12 ميدالية خمس أرقام جديدة على المستوى الدولي هو ده هانيامورو فازت بكاس أفضل سباحة في البطولة في ست سباحين من النادي الأهلي بالإضافة إلى هانيامورو فازت بكاس أفضل سباحة وأقولك عدد ميداليات ست سباحين من الأهلي شاركوا مع المنتخب أحمد حمدي كابتن الأهلي والمنتخب محمد سامي وعلي خلفالة ورويدة هشام وهانيامورو وساندي أيمن نتائج لأبناء الأهلي محمد سامي ميشو جاب 11 دهب يالي تبقى فيه صور للشباب لي 11 دهب وميدالية برونزية واحدة في الفردي والتتبعات وخمس أرقاب وعلي خلفالة جاب أربعة دهب وفضيتين مع علي ده كمان مصنف دولي يعني أحمد حمدي سالم ما عمل الأخام ولا مش مكتوب لا مش عمد الأرقاب أحمد حمدي سالم فاز بزهبية وبرونزية هانيامورو فازت بأربع زهبيات وفضيتين أنا بعد على فجرة ده 6 ميداليات 16 ميداليات هانيامورو 16 ميدالية دهب روايدة هشام فازت بزهبية وأربع فضيات 18 حقق هذا السوداسي هما 6 أو 7؟ 6 هذا السوداسي حقق لمصر 18 ميدالية ذهبية محمد سامي ميشو صائد الدهب قال في تصريحات أنه سعيد جدا بالأرقام بالذات اللي حققها لأنه الألعاب الفردية سباحة وألعاب القوة الأرقام هي المهمة جدا قال أنه سعيد بالخمس أرقام اللي سجلهم مع المنتخب في البطولة وأشهد بالتنظيم اللي كان في الجزائر وقال أن المنافسات مشت بسلاسة لم تشهد أي أزمات وقال ميشو أنه شارك في بطولات العالم للناشئين والعديد من البطولات الدولية وقدر يحط رجله بقوة بين الكبار في هذه الدوء البطولة وجه سامي الشكر للنادي الأهل وجميع المسؤولين في التحاد السباحة على رعايتهم له